دوري المحترفين كلنا حلمنا بيه او دوري الدرجة التانية او الساكن ديفيجن او الشامبينشيب زي ما بيقولوا عليه في انجلترا كلنا كنا متفقلين خير ان اخيرا الدرجة الاولى من الهرم الكروي الطبيعي اللي موجود في اي بلد هيبتدي يتطبق في مصر على ارض الواقع والحقيقة اتحاد الكرة بداية الموسم الماضي خد قرار انا في رأيي ان هو قرار مهم جدا انه يطبق دوري المحترفين دوري القسم التاني من مجموعة واحدة مكونة من 20 نادي واختر جميع الاندية بقراره قبل بداية الموسم عشان الكل يبقى على نور قبل بداية الموسم كل واحد يحط البدج بتاعته هيشتغل على ايه هيلعب على ايه ايه الاهداف بتاعته وطبعا زي ما حضراتكم عارفين اتعامل نظام قبل بداية الموسم من ان التالب ما جميع بتوع الممتاز به هاي الخمسة الاوائل في كل مجموعة هم دول اللي هيبقوا في دوري الدرجة التانية السنة الجاية اللي هو المفروض دوري المحترفين والتلاتة اللي نزلين ومهم القصة كلها يبقوا كم؟ يبقوا عشرين نادي طبعا يعني اكيد اكيد والقرار ده بيتاخد السادة المسؤولين في اتحاد الكرة اكيد كانوا عارفين ان هو هيبقى فيه اعتراض وعارفين ان هو قرار مش سهل لان قرار هيتبعوا ان فيه اندية شعبية واندية جمهرية مش هتبقى موجودة ممكن في الممتاز بها لانه ممكن ما يدوروش يطلعه في اول خمسة في مجموعته الحقيقة يعني محدش اعترض رسميا محدش خاطب اتحاد الكرة وقال احنا بنعترض عالكلام ده احنا كذا احنا كذا كل الناس لعبة الدوري السنة اللي فاتت وكل الاندية لعبة الدوري السنة اللي فاتت وهم على علم ان لو ما طلعتش من اول خمسة هبقى موجود في دوري الدرجة الثالثة ايا كان مسمى مسمى اي طبعا يعني كلنا حينا اتحاد الكرة على القرار الشجاع اللي هو في الاخر يعني احنا لما بنلاقي ان الناس بتاخد قرارات لمصلحة الكرة المصرية وتطوير الكرة المصرية وتطوير منظومة كرة القدم في مصر زي ما موجود في كل حتة في العالم احنا اول ناس بنبقى ضهر الناس ما عندناش وانا طلعت من المكان ده واشدت بالقرار وحييت الناس وعلى شجعتهم ان هما لازم يفضلوا مكملين والحقيقة يعني رغم الصداع الكبير والدوشة الكبيرة والاجتماعات والتهديدات ان هتم سحب الثقة من مجلس قدارة الاتحاد وكل الكلام ده كله انا بصراحة ما كانش عندي شك يعني واحد في المية ان القرار ده هيتم يعني ايه تعديله بشكل بشكل ما عشان في الاخر يبقى قرار توفقي او قرار قرار او قرارات ترضي جميع الاطراف لان انا في الحقيقة عموما مؤمن ان انا طول ما انا بعمل الصح لصالح المكان اللي انا شغال فيه اللي يزعل يزعل فيش مشكلة اللي يزعل يزعل لما انا مش في الاخر ما ينفعش ابقى مسؤول والناس كلها تبقى راضية عني وما ينفعش اصلا اي حد فينا في الحقيقة كل الناس بتبقى راضية عنه فما بالك لو انت شغال في العمل العام الشغال في العمل العام ما قدرش يرضي الناس كلها ولو حاول يرضي الناس كلها الناس كلها تزعل ولو حاول يرضي الناس كلها في النهاية هو اللي يبقى فاشل والناس تشاور عليه والناس هتضحي بيه ماينفعش ابدا لو انت بتدير حتى يعني كشك سجاير انت اللي مسك الكشك ده مفيش حد تشغل معك اللي نفرين واحد بيشتغل الصبح واحد بيشتغل بالليل لو حاولت ترضيهم كلهم هيطلعوك في الآخر ان انت رجل تعبان وانت رجل فاشل وانت رجل مش عادي بتدير الكشك ده فما بالك لو انت يعني في اتحاد الكورة اللي انت المفروض ان انت بتاخد قرارات في وقت من الأوقات قرارات مصيرية لصالح البلد واتصالح منظومة كرة القدم لان انت لما النهاردة بتقعد على الكرسي بتاع اتحاد الكورة سواء كنت ريس او نائب او عضو ايا كان انت قاعد على كرسي وفي مكان تاريخي اعرق واقدم اتحاد وطني في افريقيا احنا اللي اسسنا الكورة في افريقيا يا جماعة فالمكان ده مكان كبير والسادة الاسادزة اللي موجودين اعضاء مجلس سدارة اتحاد الكورة او نائب الرئيس او الرئيس اكيد قبل ما يخشوا الانتخابات او قبل ما ياخدوا قرار ان هما يكونوا موجودين في المكان ده اكيد كانوا عارفين تاريخ المكان ده واكيد اخر حاجة عايزين يعملوها ان هما يهزوا المكانة بتاعت بتاعت اتحاد الكورة المصري لكن النهاردة او مبارح يعني كان فيه اجتماع الاجتماع ده الناس خرجت منه وطلع منه طبعا بيان رسمي وطلعت كده شوية اوراق مصربة البيان الرسمي بيقول ان هيبقى دور الممتاز اللي هو سموه ممتاز ألف هيبقى من 20 نادي اشتركوا في القناة